السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبة وطالباته الصفة السانية لابتداء أهلا ومرحبا بكم في درس لا تجذب أولا نتعرف على قراءة الدرس ونقرأه قراءة جهرية معبرة وأن نتعلم أن لا نجذب حتى يصدقنا الناس وننطق الكلمات التي لها معنى ونستخدم في الدرس مفردات جديدة لا تجذب قفز الأطفال إلى البحيرة يعومون ابتعد طفل وصرخ إني أغرقوا أصرع الأطفال لإنقاذه فضحك وعام بسرعة كان في أطفال بيعمون في البحيرة ولكن من ضمن الأطفال دي أحبابي طفل ابتعد عنهم وصرخ وقال إني أغرق فأصرعت الأطفال حشان تنقذوا ولكن سرعان ما عام هذا الطفل وضحك وعام بسرعة وبعد قليل أحس الطفل بالغرق صرخ أنقذوني فلم يصدقوا أحد رأاه أحد الصيادين فأنقذه وقال له لا تكذب حتى يصدقك الناس في المرة الثانية برضو قال انقذوني انقذوني ولكن لم يصدقوه لأنه كذب في المرة الأولى فلما رأاه أحد الصيادين فأنقذوا وقال له لا تكذب حتى يصدقك الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال انحنا لابد انحنا نتحرى الصدق ومنكنش كذبين عشان ما نكتبش عند الله كذبين الإنسان لما يكذب مرة واثنين وثلاثة يكتب عند الله كذابه فانكتب انت ترضى انك تكتب عند ربنا كذاب لذلك لا تكذب حتى يصدقك الناس معاني المفردات قفز نطة يعومون يسبحون لإنقاذه لنجدته الكلمة ومضادها ابتعد اقترب ضحك بك تكذب تصدق اجب عني الاسئلة التالية لماذا ضحك الطفل في المرة الاولى لان اصرع الاطفال لانقاذه ماذا نتعلم من هذا الدرس نتعلم ان لا نكذب حتى يصدقنا الناس اكمل بالحروف المناسبة سين او صاد نقط تور يبقى ايه ساتور نعم ره يهته يبقى نعم قريته ها تهته يبقى طابور ضع لمصح امام الاجابة الصحيحة الف كلمة فانقذوه في جملة رأاه احد الصيادين فانقذوه توحي هذه الجملة بايه اولاد الصدق ولا الشجاعة نعم توحي بالصدق رتب كلمات كل سطر احس بالغرق الطفل يبقى احس الطفل بالغرق بالطفل الصياد انقذوه يبقى انقذ الصياد الطفل اهداف الدرس ان يميز بين الاسوات المتقاربة في المخرج يقرأ الدرس قراءة جهرية معبرة ينطيك كلمات ذات معنى يستخدم مفردات جديدة يحدث الافكار الرئيسية والفرعية في النص سؤال ما ترك للطالب حاول الجملة الاسمية الى جملة فعلية الطفل احس بالغرق الطفل قفز الى البحير وبكذا نكون قد انتهينا من درسنا على امل بلقاء انقدر لنا البقاء واللقاء مع نفهم نتعلم ببساطة ان شاء الله